عاد إلينا مجدداً لأستاذ أيمن عقير رئيس مؤسسة معهة للسلام أستاذ أيمن تفضل أكمل الفكر إحنا الغنائي في التدريب هذه المرة إحنا معنا عدد في السباب الفاعلين هنا في المجتمع المدني من مينان والسفرة والسفينية 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 والإيطاليا ونالي ومصر والسومال إحنا معنا في التدريب السفيرة إحنا بنتكلم على الاستعراض الثوري الكامل هذه الآلية اللي بمقتضاها كل دول العالم يتيجي يجنيه في مجلس فقوق الإنسان عشان تراجع ملف فقوق الإنسان لديه بالمناسبة أن مصر سمان بني بتراجع ملف فقوق الإنسان هذه الأيام في مجلس فقوق الإنسان إحنا بنضرب الاشتباب نفس الوقت إحنا عاملين مع مطموعة اشتباب تدريبات عملية داخل مصر مجلس فقوق الإنسان بإحتراج الحوارات التسعولية والنجوات الجامدية أيضاً ما يميز هذه الثورة التدريبية اليوم إن إحنا كمان بندربهم على كيفية التعبير عن الرأي من خلال وقفة سنينية أمام مقر الأمم المتحدة إزاي بناخل السفريح وإزاي بنعمل الإجراءات وإزاي تعبر عن رأيك الوقفة هي بعنوان التحدث من أجل السلام ونستلم فيها عن كل ما يهدد السلام في العالم والإرهاب الموجود في العالم سيد أيمان في أبسط المفاهيم التي يمكن أن تقدم في أسبوع تدريب من هذا النوع وأن هذا عمل يصنف على أنه عمل قانوني ولا عمل سياسي ولا عمل مجتمعي أهلي ما هو الإطار الجامع لما يمكن أن يقوم به معنيون بالشأن الحقوقي؟ هو عمل حقوقي سماعي اللي إحنا هنا مرجعيتنا كلها هي الإطار العام بمجمع حقوق الإنسان المعاهدات السوالية الحقوق اللي يجب أن يتمسع بها الإنسان في كل أنحاء العالم فالعمل هنا هو عمل حقوقي مجتمعي اللي موجودين معانا هم ممثلين لمنظمات مجتمع مجمعي دولية يعني كل الشباب هما بينثبوا لمنظمات مجتمع مجمعي في بلدانهم فبالتالي إحنا بنشتغل في نفاق السراعية الدولية اللي أعلاني أعلاني لحقوق الإنسان لعهد الدولي الخاص بالحقوق المجنية والسياسية لعهد الدولي الخاص بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية وهو ده اللي إحنا بندربهم عليه إيه هي الأليات إيه هو الواقع اللي موجود حاليا إيه هي التوصيات اللي أحنا نقدمها للمنظومة الأممية كمان تنعرف التحديات للسؤال القسام العالم كما يتعلق بتحسين أوضاع حقوق الإنسان التحديات تختلف بين حقوقي يأتي من جمهورية مالي مثلا في إفريقيا واحدة من دول الساحل والصحراء بما لها من خصوصية جغرافية وسياسية وأمنية وسويسرا مثلا التي تعيش مستوى من الرفاه الاجتماعي ورغد العيش ولا المسائل في حدودها الدنيا تبدو مشتركة بين هذا وذلك لا هي عمرها ما ستبقى مشتركة لأن بالفعل زي ما حضرتنا التفضل كل دولة عندها الخصوصية بتاعتها وبالتالي هنلاقي إن إحنا بكرة يوم 11 ثمان وحنا بنتكلم عن التحديات هتلاقي إن هناك ناس جاية مليونان وفي ناس جاية من أسبانيا بيتكلموا عن تحديات مختلفة عن التحديات اللي احنا بنتكلم عنها في منطقة العربية والشرق الأوسط احنا التحدي الأكبر عندنا هو التحدي الإرهاب والدول اللي بتاعها من الإرهاب والحرط والدعادة الداخلية اللي موجودة الحالة اثرت على الأوضاع الاسترادية اللي عندنا في السرق الأوسط والمنطقة العربية لكن بيلاقي في دول أخرى عندهم تحديات ثانية بتقابلهم لدمت الشباب في الحياة السياسية بالأسف إحنا حتى لما كنا بتتكلم مع مجموعة من الشباب الأوروبي هنا في جينيف وبتكلمهم عن الإخوان المسلمين والحركات الإرهابية والتجمعات الإرهابية يقولوا الكلام ده إحنا ما بيصلماش فبالتالي إحنا هنا بنعمل نوع كمان التبادل في الخبرات الموجودة للمدينة الشباب علشان نعرفهم حقيقة الأمر الواقع طيب وحضرتك في سويسرا أستاذ أيمان الانتخابات النيابية التي تجرى هناك كان محور الاهتمام بين حزب الخضر وبعض الأحزاب الأخرى المتنفسة هي قضايا كقضايا البيئة التنوع البيولوجي هذه القضايا التي فيها تجاوز كبير لبعض الحدود الدنيا من مساء الحقوق الإنسان وما إلى ذلك كيف يتعاطى الحقوقيون من مالي من مصر من اليونان من سويسرا مع بعض المفاهيم المشتركة التي يمكن صياغتها لأجل حفظ حقوق الإنسان على الأقل في مستوى القواسم المشتركة بين هذه الدول هو طبعا يمكن لما كنا بنقعد نسمع الكلام ده من المجموعة الأوروبية والمجموعة السورية والناس اللي جاء من أوروبا المجموعة الإفريقية والعربية كذوله نتمنى أن نحن القدادة التحديات اللي عندنا مش التحديات اللي عندنا كان أحد الأصدقاء بيتكلم أنه كان فيه عملية التفاق بيتكرة في سويسرا علشان القنوات الفضائية القنوات التلفزيونية هل يبقى اشتراك إكباري على كل الناس في المناطق أن يتدفع اشتراك تنوي وإكباري القنوات تدخل لك ولا ده شيء اختياري أنت متحقك أنك أنت تعمل الاشتراك في القنوات الفضائية ولا لا أيضا المخطات الميكرو اللي تعملوها ويوسعوا الكطار مبين زينيب عشان يدخل فرنسا استفتاء للرأي وأن فيه ناس من المحتاجين ومعترضين على ذلك أنه يبقى فيه كثافة جانية وكثافة مرورية بيتيجي من المناطق الفرنسية على الحدود لأنه بيجي يشتغل في الجينيب ويرجع لشكل فرنسا المعيشة في فرنسا هي أرفض شوية من المعيشة في الجينيب هي دي الأضايا اللي شغلاها وهي دي الأضايا اللي تتكلموا عنها هنا في القنوات طيب عندما يتحدث البعض وهذه هي تقريبا الرؤية المصرية عن أن هناك مفاهيم خاصة أيضا منضبطة لحقوق الإنسان لكنها ليست بالضرورة هي ذات الأولوية بالنسبة لبعض الدول الأوروبية عندما تتحدث مصر عن توفير المسكن الملائم لمواطن كان يلتح في السماء كما يقولون كان يعيش في العراء عندما يتم توفير مستوى من الرعاية الصحية المجاني لبعض الأمراض التي كانت توصف بالأمراض الفتاكة هذا ضرب من ضروب الاهتمام بحقوق الإنسان بمجال واسع هذه الرؤية كيف يمكن نقلها إلى هذه المؤسسات إلى بعض النشطين في مجال حقوق الإنسان أستاذ أيضا إحنا نجحنا في ذا بالفعل من خلال المبادرات التنموية اللي بيتم تنفيذها ما بين التحالف الدولي للسلام والتنمية وما بين مؤسس إصناعي وده كان من خلال بالفعل مثلا على سبيل المثال مجموعة من السويسرة انتقلوا إلى الصومال وعملوا مبادرة هناك اسمها أترك السلاح وامسك القلم دي كانت مرتبطة بالأطفال في المدارس في مبادرة تانية علشان برضه في الصومال انضمت مجموعة من السويسرة لتوزيع مواد الأدوات المدرسية والإقلام والكراسات والحاجات تي للأطفال اللي هناك احنا الحمد لله أعتقد أن احنا نجحنا أن احنا نعمل عملية الزام بديوه النقل وأن يبقى المجتمع الأوروبي عنده اهتمامات مشابهة لإهتمامات بتاعتنا بصوا على الجانب الآخر صوفوا كمان سكتكم ده ممكن يؤدي إلى إيه صوفوا سكتكم كمان هنا في المنظومة الأممية على الدول اللي بطرع الإرهاب يؤدي إلى إيه الناس في بيديا والناس الصومالي مالك يعني عدد كتير من الدول اليمن سوريا كمان بالمناسبة احنا التحالف الدولي ومنطد صنوع السلام ينظم الآن هنا في سويسرة تحالف للمجموعة مما نرسقه فيه المرتبطين بالمجتمع المجموعة لزيارة شمال سوريا للوقوف على الوضع الإنساني كمان يوميا عندنا اجتماعات مع الفريق الأحمر وعندنا اجتماعات مع منظمات دولية لمحاولة التنسيق لديارة الكلام السمال للوقوف على الوضع أخيرا أستاذ أيمن طرح قضية من نوعية النزعات اليمينية أو اليمينية المتطرفة التي غزت دول مختلفة من أوروبا كانت أوروبا محصنة ضدها على الأقل حتى أوقات قريبة خالت طريقة التعامل مع قضايا المهاجرين طريقة التعامل مع بعض الأقليات التي تعيش في أطراف بعض المدن الأوروبية الشهيرة قضايا من هذا النوع هل تطرح في إطار حقوق أيضا بين نشطاء حقوق الإنسان الأوروبيين طرحناها وكانت نظر أوروبية أن صعود اليمين المتطرف في أوروبا هو قرد على صعود اليمين المتطرف كمان في الدول الإسلامية يعني العنف ولد عنف زي ما أنتم تطروحوا يحرقوا كنايف في ناس دانية بطروح تحرق جوامع وأصبح العنف متبادل أيضا تم النقاش النهاردة صباحا قبل ساعتين بالضبط كنا بمتنائش كما تقلت العائدين من الإرهاب ليه أوروبا ربما هي تستقبل الناس بتوعها اللي هما كانوا منضمنين لداعش عندنا قضية الفتاة البريطانية اللي بريطانية أتقاطت عنها لدينسية ورقبت إنها وقالت إنها خلاص رئيسة بريطانية كل القضايا دي في اليمين المتطرف هنا بشكل حقوقي في إطار المواصف والأليات التوريسية شكرا جزيلا لك الأستاذ أيمن عقيل عبر الهاتف منضمن إلينا من جينيف رئيسة مؤسسة معه للسلام والتنمية وحقوق الإنسان شكرا لحضراتكم على طيب المتابعة إلى الملتقى بإذن الله